السلام عليكم السبعة الخير يا كثر الحاجات اللي انصحونا عنه والدينا لا تعرض لكذا ترى ما يجي كله بعدين لا تتعرض للبرد ترى ما يجي كله بعدين إذا كبرت لا تعرض للغبار ترى ما يجي كله بعدين إذا كبرت ولا نسمع كلامهم مهمين كلامهم ولا أشكل علينا كلامهم لما دارت السنين وقلنا الله يرحمهم ويجزام يجزام أنه خير عز الله قالوا لنا لكن شباب والشباب ما يحس بالوجع ما هنو معاند أو مهمل لكن ما يحس بالكلام اللي هم يقولون يبدأ يبرر نفسه هفكار كثيرة لا أنا ما أنا زيهم أنا متغدل زين أنا قوي أنا جسمي كذا فما يدري بالحاجات اللي تجيه بعدين إلا إذا كبر وحس باللي كانوا يحسون به من شغلي بالحديد بالقرندرات والدريلات والصنافر وكذا والمناشير كان الصوت قوي قوي مرة 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 وكانوا يقولون يحط حقاته لذان ما كنت أسمع كلامه لما جاء قبل مدة وذاني لهم طنين والله العظيم ما أسمع شيء بعض الحيان يرن الجوال بجنبي والله ما أسمعه طنين شيء ما تخيله رحت للدكتور قال بساطة حاول ترتاح من الأصوات اللي اللي انتعرض له شاهد بالكلام إذا ودك تشتغل أمن نفسك قبل ما تشتغل أنت أصلا تشتغل عشان سعادتك أنت أو عشان حياتك أنت وعشان رزقك أنت وعشان رزق عيالك فما هو معقول أنك تخرب شيء أثمن من هاللي أنت بيتصلحه زي هذولي لا بأس أنه يمكن الواحد يشوف حاجة ثنوية لكن والله العظيم أنه مفيدات إلى أبعد الحدود لا تهملون أنفسكم خاص من ناحية اللي تعرضون للبوية اللي تعرضون للانشارة اللي تعرضون الأصوات الأصوات عالية مثل اللي نحتاجها بسماعاتها شكرا